في تأثيرات سلبية كبيرة جدا على الأشخاص اللي هما لم يوفقوا في عمليات الحصول على الإقامات في تأثيرات نفسية في ناس بتدخل في حالات اكتئاف في ناس برضو بيحصلون مشاكل في الحالة الاجتماعية اللي بتؤدي للطلاق في بعض الحالات هل الكلام ده فعلا صحيح حضرتك لمسة ده بشكل قريب من الموكلين بتقول حضرتك ولا الكلام ده فعلا مش حقيقي لا الكلام ده حقيقي ما بالمية وانا لمسا احنا عندنا النتائج بتاعة الإقامات السنة هي نتائج مأسوية جدا للناس يعني انا بيجي لي حرفية الناس للمكتب وبشوفهم هما متحطمين نفسيا طيب هو بمنتهى الأمانة هو ليه عايز اللجوء علشان لم الشمل ده باختصار شديد نقدر نلخصها هي النمسا عاملة ايه بتقولك تاخد حماية سنة وما تعملش لم شمل عليها الا بعد ثلاث سنين وعلى عقد عمل طب لما واحد عنده سبع تمن أولاد على عقد عمل بعد ثلاث سنين يعني ثلاث سنين كمان لازم يستنى وبعد كده على عقد عمل طب ده لازم دخله يبقى فوق الخمس ستة لا في يورو من دكتور ممدوح لاجئ لسه لعنده لغة ولا حاجة يقدر ياخد مبلغ كبير زي ده يعمل لم شمل لأسرته فإيه بقى النتائج حالات طلق كتيرة جدا أنا بيجي لي فعلا شباب ورجال المكتب بيبكوا إن هما مش قادرين يجيبوا أولادهم في ناس خسرت أسارها في ناس أسارها بيوتها انضربت وعقلاتها ماتت في ناس حالات اكتئاب رهيبة جدا في ناس وصلت بها اليأس إنها حتى عايزة تنتحر خلاص ما بقاش عندها أمل في أي حاجة وفي ناس ثابت اللجوء وثابت الإقامة وثابت كل حاجة ورجعت على بلدها فده سيء جدا هل الكلام ده مش واصل للسادة القضاء اللي هما يعني بيقوموا بإصدار هذه القرارات اللي ممكن نقول في بعض الأحيان تعصفية إن المواضيع دي لها تأثيرات سلبية على الناس اللي من حقها إن هي جت وهو بيبحث عن وطن تاني لي وعايز يعيش حياة في سلام طبعا نواصل وهم عارفين وإحنا بنحاول نواصل ده وإحنا ليه طالعين النهاردة في البرنامج يا دكتور ممدوح عشان نامل طوعية للناس وعلشان السود برضو بتاعنا يوصل بحيث إن يكون في حل للمشكلة دي حاجة من الاتنين إما القانون يتعدل تبقى على إقامة السنة زي ألمانيا تقدر تعمل لم الشامل تجيب أسرتك ما حدش هيعوز اللجوء بعدها مش هتبقى فرق كتير أو إن أنت تسهل الإجراءات شوية أو الشخص اللي يستحق اللجوء بناء على القانون لازم يحصل على اللجوء لأن في قانون هنا بيحكمني ففيهم عارفين ولكن للأسف الوضع الحالي زي ما حضرتك ذكرت إن السوري ياخد لجوء مش بسهولة يحتاج بزل مجهود كبير جدا وهنعيد ونزيد طول الحلقة ونقول التجهيز التجهيز والتحضير